بلدنا بلد العجائب والغرائب في الوقت ذاته فمانيس تصرف أليف المليارات سنويا في بلدنا ولها من الثروة أموال طائلة بين الأول والثاني أسئلة مطروحة من المتسبب هل النظام الاقتصادي هل النظام الريعي اللي نعيش فيه أم ماذا اليوم الضيف متاعي سيخميس عفية رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم سيخميس تنقضات كبيرة بين من هو مليارداء الميزانيين تاعه وفلوسه بألف المليارات وبين من ليس له حتى دينار واحد شو رأيك هذي عدنا اليوم في تونس معناها حسب الإخلاء حصيات معناها مؤسسة أمريكانية السنداج يقول إلي عدنا تونس مترأسل معناها تصدر المرتبة الأولى على مستوى نورد أفريك شامل أفريقيا بستة لاب خمسمائة مليونير وسبعين مليار دير هذي النتيجة متاعه هو الاقتصاد الريعي الليكونومي دورانت وهذي حاجة ما تطرحش نقوله إحنا عدنا سبعين مليار دير وستة لاب خمسمائة معناها مليونير كمش نواسطه إحنا في النمط هذي في الاستراتيجية هذي رأوا تريبين توب إش نلقوا عدنا مياه ولا مياه وعشرين مليار دير وتنقص نسبة المليونير هما بيدهم بش ينقص منهم يمشيوا للفقر والفقير كله معناها بش نوليه كيما الهند ولا غيرنا معناها فرزامل معناها فئة معناها ديزارشي ملياردير وبقيت الشعبة تنسي كله فقير هو إحنا اليوم رأوا أكتو يالمون نعنيوا الفقر رأوا بلوس كون فان فورسونة معناهم فقراء معناها في النسبة المئوية معناها الفقيرة اليوم أنا شخصيا ما خبيش عليكم رأني أنا قاعد سورتينا بسيفتي أنا كل يوم قاعد نشوف اللي مؤسسات الصغرى متوسطة والمعادة تنتاحهم وشنو يعانيوا من الفين وحداش لحد هذه اللحظة وشنو يعانيوا من فترة الكورونا ومالقاوش منها دعم ولا مالقاو حتى السند لا قانوني ولا من البنوك ولا من أي جهة لينقاذ مؤسسات الصغرى متوسطة اللي هي تبثل سبعة وصحين فيها من الاقتصاد الوطني اليوم بعيني أشاك فوى الراه ناس تيكل من القمام اليوم اليوم فما الناس قاعد تبربش في البوبيلة باش يعيشوا صغار اكبار رجال وليساء هذو ما أنا ريتهم بعيني توادي في تونس قاعد يصير سيخ ميس سمحني انقاطعك انتي حكيت على الناس اللي تعيش من البوبيلة تعيش معتها من جمع الفضلات ومن رسكلة البلاستيك لكن انتي جيتني من من مدينة حدودية من تبارغة وأتحدث على المناطق الحدودية فما ناس الدينار ما تراهيش لأسابيع فما ناس ما عنديش الزبلة حشيك وما عنديش شنوة تاكل تتجأ إلى بعض النباتات المهيش ضرة باش يطيبوا بيها معتها مكلتهم ناس تعيش بين نارين في اليوم ناس منسيين على الحدود شكراً أنا بصيفة عامة بش نحكي على التونس الكل وحكيتي طوانتي على شمل الغربي شمل الغربي بصيفة خاصة يعاني التهميش التهميش بامتياز يعني كنت تحكي لي على تبارغة رهي منطقة سياحية دانيار ما ريتو كيفيش كيف صب ثلج قداش معناها توافد معناها الزوار على المدينة معناها الخاصية جمال المتاع للتبرقة اللي بحر وجبل والغابة عطاها ربي كل خير لمنطقة هذيك ولكن حقيقة الدول ما عطتها حتى شيء شنو شنو اللي في التبرقة اللي ناس يقولوا تبرقة عندها فيش تعيش عندها فيش تعمل لا أعطونا شوية في التوريزم دعموا ناس رؤوس أموال ورجال أعمال بيش يعمل اللي زم في تسمونه توريستيك فينالما أكثر من الخمسين في المئة من الوتل مسكرين اليوم فما رجال أعمال جاولوا تبرقة معناها في أول تسعينات واخذيهوا دي سيبونسيون واخذيهوا معناها دي تيران بالدنار الرنزي وتمنعوا وتمتعوا بقروض بردان وعملوا ديزوتيل وفنالما من بعد ما تمتعوا بالامتيازات سكروا الوتل ومشيو المعامل مسكر ومشيت ان اليوم كان الدولة تحب تلوج على المستثمرين وتحب دعم الاستثمار وتحب تخلق مواطن شغل والله عندي عنده سيه تواهوا في الباليزين ديعي مستثمر ولد الجيهة هو النجم من يعطيه الاسم سيه عليا رزيقي سيرون دافير انجروم سيه يحب البلاد بصفة عام يحب تونس ويحب معناها الجيهة ويحب يصدفن بلاده عنده أكثر من ثلاثة معامل حتى في تونس العاصمة عنده في المنطقة عنده في تبرقة ثلاثة معامل وعنده معامل معناها مساهم في مواطن شغل أكثر من مئتين وستين عامل واليوم عنده تيران معناها أرض دولية لاسق في المعمل متاعه يحب يعمل بيش يولي المعمل هذا يخدم سبعمائة عامل من مئتين وستين حتى سبعمائة معناها الشيفر معناها معتبر معترم بصيفتنا نحن في تبرقة كما قلت لك منطقة مهمشة الإزوتيل مسكرين ما فيها بس يعني نفرحه كيف مستثمر بش يخلق لك مواطن شغل اليوم السيد عنده واثناش عام وهو يعمل فيه مطالب للإدارات المعنية بالأمر آخر مرة يمشي قابل السيد ولي اللي تعين دانيال مو جديد وحكي له الموضوع قالوا هذه أرض دولية لاسق في المعمل متاعي بش تعمل اكستنسيون يتبعوا لي يتكروا لي معناها أنا اليوم ما هوش طارب فلوس السيد هذا ما هوش طارب فلوس للا من بانك ولا من دولة بش يتفيدوا قل اكريلي ولا بيالي خليه نعمل اكستنسيون بش ننسيها في دور التصادية ونخلق مواطن شغل أخرى سيد ولي يقولوا اليو التيران هذاك اللي انت حاجك به رأوا سيد رئيس بلدي يكلملي عليه بش نعملوه تيران دي سبور بور معناها الليجون هي صحيح يحمل حق شباب تبرقى بش يتمتع برياذ وكل ولكن فما أولويات اليوم خي سمحني اليوم تمشي تعمل سبور وبعد تاكل خبز دي ملمية يعني وشنو ما نعملو مفهمة دي بريوريتي عدنا فاضة ايث كبيرة في تبرقي النجم يعمل تيران دي سبور يعمل ويعمل اللي يحب هو ولكن اليوم كتمشي انت تجتمع بالمجتمع المدني والناس متاع تبرقي وتقولهم انت تضلوا انت تضلوا ونعملكم معمل ولا تيران دي سبور تقول لي يا اخوية عملنا معمل احنا اليوم في حاجة اللي عمل في حاجة للعاملة ناس بطالة وناس الناس قاعدة واحد يزمرته وصغره وعيدته ويحقوا خارج حدود الوطن هذا كله من اجل يمشوا يأكلوا الخبزة واليوم معناها الناس تحب تستطمر وما هيش طالبة فلوس وما هيش طالبة دعم بيش دعمها ومعناها وفهم إدارات معناها كما السيد رئيس بلادي يعطي 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 400 موطن شغل جديد وانت تقول له بيش دعم تينيرد سبور ما هي فهم مشكل دان تصان وحنا نوريوه في صور لبعض المؤسسات السياحية في تبرغا ونحكيوه على المناطق المهمشة وعلى المناطق اللي ما فيش مواطن شغل كما تبرغا وعندراهم وغيرهم ورينا زيد السور عندراهم في الثلوج والناس اللي اتعاني ويقول لك لاني نقعد ايامات معتها حتى دينار ابيض ما نحطوش في جيبي وسيد ويلي جندوبة هذه من الاسئلة المطروحة لماذا لا يقع التشجيع المستثمرين في الشمال الغربي خاصة تبرغا والمناطق المحيطة بها عندراهم والمناطق المحيطة بها لانه وقت اللي بيش تحل انتي مع عمل جديد اكيد فما معاتها شغل فما عائلات بيش تستفيد والموضوع اللي نحكيه وعليه الاساسي منتاع الفقر المتقع والفقر اللي يوصل الى حد تقعد اربعة وخمسة ايام تكل في الحشائش الجبالية بيش نجم تعيش وناس اخرى تعيش بالاف المليارات وبين هذا وذيك قلت فرق شاسع اكيد نجم حلو الا الدولة الا المسؤولين الا الناس اللي تفهم ما معنى فقر ما معنى جوع ما معنى انك توصل في ازمة اقتصادية خانقة لا الدولة تنجم تعاون ولا المواطن يلقى مورد الشغل سوى انه يخرج من جهته يهاجرها بش يمشي للعاصمة زادة كيف كيف معتا يعيش حياة فانكا كما نقوله بلاجتنا الدرجة وما يلقاش خدمة والله في الحقيقة سي يون بو يون بو يعني ماشي حاجة صعيبة كس كون نمانك احنا تنقصنا لارادة فقط ولكن راهو اذا كانوا نحبه نعملوا كل شيء توا الدولة تنجم تنقص الموقف اليوم بحل وحيد اللي هو التجيع على الاستثمار الدعم المالي اللي هو ساهل راهو اليوم اذا كان البنوك تساهم خطر البنوك اليوم انا رأي انحاست عن المسؤولين تاحها الحقيقية الرئيسية بليتو اليوم البنوك معناها عملوا قانون في المجلس النواب المنحل ووافقوا وعدوا قانون مروا هذا القانون هذا اش يقول معناها يوافقوا على استقلالية البنك المركزي اليوم البنوك من استقلالية البنك المركزي تخلى على هذه المؤسسات ومعاشي مو المؤسسات صغيرة ومتوسطة على خطر عنده قانون ي Gesellschaft عنده الدولة تخترذ منه خطر قبل استقلالية البنك المركزي الدولة تسحق فلوس تاخد من البنك المركزي اليوم بعد استقلالية البنك المركزي واجب على الدولة المرور بالبنوك البنوك هي التي تتاخد القرض من البنك المركزي وتبيعه للدولة للدولة وهذا صحيح أن الدولة في أزمة اقتصادية خانقة وتتسلف من البنوك وفما جدلية بتاع البنك المركزي مستقل أو تابع للدولة والناس وكل قادة تحكي في الموضوع هذا لكن اليوم اللي نحكيه عليهم اللي هم دي ملياردير ودي مليونير في بلادنا وللعدد ننتاعهم بالألاف هم من يتحكمون في زمام الأمور هم من يتحكمون في البنوك ويتحكموا في الناس الكل وللأسف معتها فما شكون يقولك بلعوا لملموا وما فما واحتكروا كل شيء لفيدتهم وأصبحوا خارج حتى على قانون الدولة واضح هذية عليش أنا قلت لك الدولة قادرة على معالجة هذا الموضوع باش تعاجوا هذية بتغيير القوانين ولا بد من مراجعة المئات الفصول من القوانين اللي اليوم نجم نقول لك اللي رهي القوانين اللي القديمة اللي عمرها أكثر من خمسين وستين سنة مثلاً حب نقولولك المفاتيحة القديمة لا تفتح الأبواب الجديدة اليوم قوانين قديمة من عام ستين ما تمشيش مع العصر نحن اليوم في عام 23 ما تمشيش مع المنظومة الحالية اليوم روى إذا كان من وكبوش العصر ونكونوا معناها من المدن المتقدمة رانا بش نصبحوا قدماء معناها إن لما تقدم حتماً سنتقدم لازمنا إحنا اليوم بش نخرج من المشكلة هذية لابد من العدالة الجيبائية والعدالة معناها تغيير القوانين البالية اللي هي تخدم مصلحة فئة معينة اليوم لو كان نراجع القوانين وخاصة القوانين اللي تخدم مصلحة إيكس إيجريك ونعوضوها بكرس شروط نخلي اليوم كان تمشي شاب يحب يعمل مجروع إيكس يعطلوها على مستوى الوثائق والإدارة ويجيب الورقة هذه ويعمل هذه ويجيب هذا ويجيب كوستيون ويجيب كسيتيراء غيره قاعد يختم فيها علاج غيره يختم فيها خطره وعنده فلوس فما ناسه اليوم حاكمين للمونوبول أنا كنغدوة نحب نبيع فما مهن مختصرة محتكرة على فلان وفلتان على ثلاثة واربع وخمسة عائلات في تونس وعلى هذك أنا نقول لك اليوم راهوا هذيك نقول وعدنا سبعين ملياردير وستيلف خمسة مليونير هذي في حداته خطر كبير راني ماشين إذا كان مراجعوش لقوانين هذه ونعملوا عادالة اجتماعية ونعملوا قوانين تخدم جميع التونسيين راهوا سيد راني جاموري داني يارمون قال معناها الشعب التونسي هو لشخص في الوضع أنا حب نقول لك أنا من الشعب التونسي وأنا سيرتيراء وراني قادم الشخص في الوضع اليوم سامحني تجيب بنتي معناها تحطهم في الحم اليوم في الحم الشعبية منحبش زادي نسيمي المؤسسات هذية رك تجيب مجازن ولا منساميش معناها معناها مستوية ملاحة كمومة ديريج يعني يعني منحبش نسيمي المؤسسات بالضبط تحطهم في حم رك تقتل بيهم خمسين مؤسسة صغيرة منفروض هذية تكون فيها دراسة المؤسسات الكبيرة هذية لجروند سيرفاس لازم نهزوهم خارج البلد خارج المدينة بثلاثة أوربع كيلومتر باش هذوكم ميموتوش مؤسسات صغيرة نفسة العطار والجزار والخدار هذي كيقعد معناها يعيش وانا باش نحافظ وعدها ميموت مؤسسات صغيرة نفسة أول حاجة كيف تحط انتي جروند سيرفاس لبرة خارج سونتربيل أربع وخمس كيلومتر منسكولة السنفة حتى الموسيال النقل التاكسي ساعات تعد على مدينة في اللي نحكيش توا سونتربيل تونس العاصم مهمان اهوة تبركلها مبنطية وكلو نقصين موسيال النقل اما تمشي المناطق الداخلية ساعات تلقى صفا تاكسي فيه خمسين ستاكسي وفي مواش قاعد يخدم فامتني دونك نحبو نخدموهم مضوما كي تحط لبرة مضوما يساهمو فامتني